اهلا بحضراتكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وفي احسن حال في حلقة جديدة النهاردة مميزة عن طريق راية المقالات وبعض المميزات الاخرى اللي هتقدر بتحقق من خلالها ارباح كويسة جدا وانت في بيتك من المبين من اللابتوب باي جهاز انت بتستخدمه هتقدر بتحقق ارباح كويسة جدا ان شاء الله والموضوع للمبتدئين تماما واللي شايف حلقة مبارح هيعرف ان الحلقة بتاعت النهاردة كمان سهلة جدا وبسيطة جدا والربح فيها مضمون وهنشتغل مع بعض ونطبق مع بعض واحنا بنشرح الحلقة مع حضراتكم كل اللي طلبوا من حضرتك انك تركز معي وتجهز كوبية الشاي الجميلة بتاعتك الموضوع فعلا سهل وبسيط تخيل انك من قلية مقالات تحقق ارباح تخيل من عن طريق رغوية مختصرة تحقق ارباح وفي مميزات تانية كتير زي ما وضحت كمان عاوز ان نوه قبل مبدأ الشرح العملي ان فيه مسابق اسبوعية قامتها متين دولار هتقدم نايع عشر فائزين غادر ان شاء الله نهاية المسابقة شروط المسابقة سهلة وبسيطة لو حابب تشترك فيها انك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة بتفايل الجرس ده مهم جدا وانك تعمل شير للحلقة وتجاوب سؤال الحلقة اللي هبتدي اتراحه بشكل عشوائي خلال الدقايق القادمة اللي احنا بنشرح فيها الحلقة الموضوع سهل وبسيط والشروط سهلة وبسيطة كمان متنساش تتبعني على التليجرام بيتم الاعلان عن الفائزين عليه المسابقة يلا بينا نبدأ الشرح يلا بينا استنيكوا حلقة قوية جدا لحضراتكم اهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا قبل ما نبدأ الشرح العامل بتاعنا اكيد في سؤال بيجي دلوقتي في زهنة حضراتكم مبدائيا يا مبارك احنا بنقدر نسحب الارباح بتاعتنا من اول قد ايه وايه هي طرق السحب المناسبة لو نزلنا تحت في الموقع كده هو ميجهز لنا بعض الاسئلة اللي حضراتكم بتسألوها وميجاوب عليها يعني الحد الادنى للسحب هنا من اول سن تخيل ان حضرتك مجرد ما جمعت سنت واحد ينفق ان حضرتك تسحب الفلوس دي من غير اي مشكلة وطرق السحب متاحة للجميع وهوريك ازاي تسحب فلوسك على بودا فون كاش او اي حتى محفظة انت عاوزها في نهاية الحلقة ولكن كل اللي طالبه من حضرتك انك تتابعني اول باول وسانية بسانية عشان مايفوتكش اي حاجة مهمة في حلقة النهاردة وتقدر ان انت تتطبق بشكل صحيح وتنجح على الموقع اللي انا نشرحه النهاردة وهو موقع جديد بالمناسبة اه يعني مش مسلا ناس اه تعرفه كتير جدا وبالتالي فرصتك انك تبتلت تشتغل عليه وتبقى ليك اه راس مال كبير عليه كبيرة جدا جدا طيب ايه هو الموقع بتاعنا وازاي نادر نشتغل عليه الموقع بتاعنا اسمه ميجا كليمر وده موقع متخصص فيه مميزات كتيرة زي قرية المقالات وتربح من خلالها زي ان انت تتصفح اعلانات المواقع وتربح من خلالها السنوبر او الصنبول المالي وعندك الرابط المختصرة وعندك نزام الاحلات اي حد جديد في الموضوع ده مش عاوزك تقلق خالص كل اللي عليك انك تطبق معي وتشوف الموضوع هيعجبك جدا جدا موضوع سهل وبسيط قوي والارباح وقتية يعني انت بتجمع قينات وارباح بالدولار وانت شغال على الموقع بالموبايل باللابتوب باي جهاز انت عاوزه طيب عشان نسجله على الموقع هنعمل ايه كل اللي علينا ان احنا نعمل صين قبل من عالشمال بالشكل ده موقع آآ جميل جدا موقع مميزة يا جماعة ومش عليه اعلانات موملة او اعلانات منبسقة تدايق المستخدم عليه طيب اول حاجة بتعملها انك بتحط الاسم بتاع حضرتك الايميل بتاعك الباسورد وتأكد الباسورد بتاع حضرتك مرة تانية بعد كده تقول له اوافق انا لست روبوت وبعد كده تحل الكابتشة وهنا بيقول لك يعني ايه الشكل المختلف فانت بتعلم على الشكل ده وتقول له نيكست ايه هو الشكل المختلف هنا برضو هو الشكل ده وتقول له بعد كده تقول له او تسجيل في الموقع ثمامة اصدقائي بعد ما بتاعمل تسجيل دخول على الموقع بيطلب منك ان انت تعمل او تأكيد على ايميل بتاعك اللي انت مسجل به على الموقع فخليني اعمل تأكيد لحساب وارجع على حضرتك مرة ثانية ثمامة اصدقائي بعد ما اكدنا الحساب بتاعنا فيه حته حلوة برضو في الموقع ده ولو الناس بتحب the dark mode او الويت مود ممكن ان هي بتفعله من فوق على اليمين كده فدي حاجة ترجع لحضرتك طيب انت زي ما انت شايف كده دي بتاعت حضرتك هنا دي الكيونات اللي حضرتك بتجمعها من الشغل على الموقع والكيونات هنا بتساوي فلوس او بتساوي دولار وده اللي انت هتشوفه معي واحنا شغالين طبعا لما بتنزل بتاعت بتلاقي فيه اه شبابيك بتقلب ولا بعضيها اللي هي نظام او اللي هي الاعلانات وعندك الروابط المختصرة وعندك اراية المقالات والربح فيها بيبقى جميل جدا ممكن من على الشمال تلاقي نفس الكلام ده موجود على سبيل المثال عاوزين نربح من اراية المقالات على الموقع بندوس على بالشكل ده بتزهر لحضرتك المقالات اللي قدام حضرتك دي قدامك ست مقالات طبعا كل ما بتخلص اراية المقالات دي بتتجدد لك بشكل مستمر خلال اليوم يعني كل ساعة او ساعتين ممكن تتجدد لك تاني طيب احنا ممكن نخلينا فيه عشان الرؤية تبقى واضحة لحضرتك اكتر طبعا كل مقالة من دي بيقولك بتاخد عليها عشرين كوين باجمالي مية وعشرين كوين بيقولك انت عدد المقالات دي لو قاريتها هتقدر تجمع من خلالها المية وعشرين كوين بمعدل تلتمية وستين سانية اجمالي السواني اللي انت بتكون عليها هو عاوزك تقعد على كل مقالة ستين سانية فقط على سبيل المثال هقرأ اول مقالة مع حضرتك وندوس عليها بالشكل ده تماما هتلاقي ان المقالة اتفتحت معاك بالشكل ده دي كده مقالة انت المطلوب من حضرتك دلوقتي انك تفضل على الصفحة دي ستين سانية يعني عندك هنا كوينت هيبتدي ان الكوينت ده يعدي دلوقتي معانا لمدة ستين سانية زي ما حضرتك شايف بالشكل ده بيعدي ستين سانية كل اللي عليك انك تفضل على الصفحة دي لمدة ستين سانية ليه لان انت على نفس الموقع زي ما انت شايف احنا مروحناش بالمقالة لموقع تاني لا هو الموقع هنا زكي طالب منك انك تفضل على المقالة ديت ستين سانية هتيجي تقولي طب هو بيكسب ايه او بيستفاد ايه زي ما انت شايف احنا واحنا على الموقع في اعلانات فوق شغالة وتحتها تلاقي في اعلانات موجودة وبالتالي الموقع بيضمن وجودك على المقالة دي من اه ان هو يربح مطلق الاعلانات اللي موجود عليها وبالتالي انت بتاخد نسبة ربح من الاعلانات دي فكل اللي عليك انك بتفضل ستين سانية على المقالة دي واحنا عندنا مجموعة ست مقالات كل مقالة هتوعد عليها نفس الفكرة هتوعد عليها ستين ثانية عشان تحصل منها على كل مقالة عشرين كوين بمعدل مية وعشرين كوين وهوليك في الآخر ازاي انت بتسحب أرباحك من على الموقع تمام شباب هو كده بعد ما خلص بيقول لي انزل تحت وحل الكاباتشا فهننزل تحت على آخر المقالة بالشكل ده واقول له عفوا هنلاقي ايام هيوما الاول هندوس عليها ونحل الكاباتشا بعد طبعا هنا في الكاباتشا وبيقول لك اختار الشكل المختلف فهنا ده الشكل المختلف هدوس بعد كده الشكل المختلف هنا برضو هدوس بعد كده ندوس كلمة تمام زي ما حالاكم شايفين قال لي وخط عشرين كوين قدام حضرتك اقول اوكي طبعا اتبقى معي خمس مقالات من الستة نفس الكلام هنقرأ المقالة التانية نفس الفكرة وتقعد ستين ثانية على المقالة ونحل مع بعض الكاباتشا خلينا نعمل مع بعض المسال التاني ده بعد كده نشوف مع بعض زي ممكن نلبح من حاجات تانية على الموقع ولكن انا بديت معك بحاجة سهلة جدا وهي قرية مقالة بتفضل عليها ستين ثانية زي ما حاك شايف العداد هيخلص معانا ستين ثانية هننزل تحت نحل الكاباتشا وناخد العشرين كوين بتاعة المقالة التانية نفس الكلام اصدقائي بعد اما خلص هننزل تحت بالشكل ده نقول ايام هيوما يمتد نحل الكاباتشا الشكل المختلف تمام نقول بعد كده نقول جميل جدا قال لي اه انا كده اخدت عشرين كوين زي ما انت شايف انا كده اخدت تمانين كوين لحد الوقتي او المتبقي عفوا هم التمانين كوين وباقي معي اربع مقالات فدي حاجة تقدر تعملها سهلة جدا ومتجددة بشكل مستمر وبالتالي كل اللي عليك انك تفضل شغال على الموقع من غير اي مشكلة انا معي عربعين كوين اهي فوق على الشمال ده اللي انا محصله من مقالتين اتنين عملناها مع بعض وفيه تمانين نقصين يعني الاجمالي عفوا هو مية وعشرين كوين من المقالات فدي حاجة سهلة جدا ممكن تعملها لو رحنا من على الشمال في اختصار الروابط انا بشرح لك الموقع الشغالي ازاي وطبيعة عاملة زي عشان انت تشتغل بعد حلقة النهاردة طيب انت هنا عندك اتنين وسبعين رابط مختصر تقدر ان انت على كل واحد من دوت تحصل منه مية وتمانين كوين بيقولك انت لما هتخش على الصيد ده هيكون عندك عشر روابط مختصرة جوه منه لازم تعديها عشان تاخد المية وتمانين كوين ولما تنزل تحت تلاقي فيه حاجة بتديك مية وخمسين كوين حاجة بتديك مية وتمانين كوين فالموضوع سهل وبسيط كل اللي عليك انك بتعمل فيزت صيد وتشتغل على الروابط اللي جوه منه بيبقى ده الشكل اللي بيزهر لك تبتد ان انت بقى تدوس كونتينيو وتعدي صفحات ولا صفحات الموضوع سهل وبسيط كل اللي عليك انك بس تفضل تعدي الصفحات دي من غير اي مشكلة وبتحصل في الاخر زي ما اتفقنا تماما بيقولي انتظر بعض الصواني هيظهر اللينك ده هندوس عليه بالشكل ده تفضل تعدي لينكات معينة هم عشر صفحات وخلاص جميل جدا بعد اما خلصت قالي انت كده خلصت خلاص اول حاجة بنجاح وخدت مية وتمانين زي ما انت شايف فوق بقى عندي ميتين وعشرين كوين فقط من حاجة بسيطة وسهلة من اختصار الروابط عندي لسه تسع صفحات تاني ممكن اعملها وكل صفحة باخد عليها مية وتمانين كوين ودي حاجة رائعة جدا وقوية جدا طيب عندنا خانة البيتي سي ايه هي البيتي سي ان انت تتصفح موقع بيكون عليه اعلانات وبرضو من خلال الاعلانات دي انت بتاخد كوينات وتربح من خلالها طبعا هو هنا كاتب لك رسالة بيقول لك احنا عاوزينك بس تتصفح المواقع ما تدس على اي لينكات او تنزل اي حاجة ممكن تكون مفيروسة او عليها مشاكل فعشان كده الموقع محترم جدا بيقول لك احنا كل طلبينه منك انك فقط تتصفح المواقع وعلى كل موقع انت تتصفح ومسلا عندك الموقع ده تسعين ثانية بتاخد عليه تلاتين كوين عشرين ثانية بتاخد تمنتاشر كوين عشر ثواني بتاخد خمستاشر كوين انت بتقعد على المواقع دي السواني فقط اللي هو اي لك عليها لا اقصر ولا اقل طيب نخش على حاجة تانية اللي هي اللي هي مسلا استطلاعات الرأي او انك تلعب جيمز الكلام ده كله عندك الحاجات دي كلها تينفع ان حضرتك تشتغل عليها على سبيل المسال لو روحنا على مثلا بالشكل ده دوسنا دي شركة كويسة جدا ومحترمة جدا تقدر ان انت تشتغل عليها عندك هنا العاب بيقول لك اللعبة دي كل سبعين ثانية انت بتقعد عليها بتاخد خمسة وتلاتين كوين يعني انت ممكن تدي المواقعي بتاع حضرتك او اللابتوب لاي حد من الاسرة عندك وهو يقعد يلعب بس وكل سبعين ثانية انت بتجمع في فلوس من غير اي مشكلة بتدوس مسلا على بيوديك للعب اللي انت المفروض تلعبها بالشكل ده طبعا اي لعبة من دي انت كل اللي عليك انك تقعد عليها سبعين ثانية وكل سبعين ثانية بتجمع خمسة وتلاتين كوين طبعا عندك بعد كده يبتد ان هو عندك دي كلها افرات او استطلاعات رأي ممكن تعملها كل افر من دولت بيديك ارقام بقى خزعبالية جمدة جدا يعني تلاتين الف امتين واربعين كوين تمانية وعشرين الف كوين كل دي يعتبر فلوس عندك بعد كده اللينكات مجرد ان ما انت تدوس على اللينك ده وتخش عليه تاخد ستة وخمسين آآ كوين يعني حاجة زي اختصار الراوت ولكن انت بتخش وتطلع على طول برضه عندك هنا اعلانات بتخش على الموقع تقعد عليه آآ عشر ثواني وتطلع تبتيت تاخد الخمسة وعشر كوين هي طبعا الكوينات هنا زغيرة شوية ولكن هي فعالة وكويسة جدا مع الوقت طيب خلينا نلجع ونروح على الفوسط الفوسط طبعا هو صنبور المال ندوس عليه بالشكل ده اللي ما شافش حلقة امبارح بجد فايته آآ كتير جدا حلقة قوية جدا رائعة جدا تقدر تتحقق من خلالها ارباح كويسة جدا من العملات الرقمية والفلوس بتخش في محفظتك في نفس اللحظة اللي انت شغال عليها فتأكد انك تشوف حلقة امس حلقة قوية جدا ومهمة جدا زي ما حاك شايف مجرد ما انا حليت بس كابتشة في الفوسط ابتديت ان انا ااخد عشر كوينات كل اللي عليك انك تفضل تحط الكابتشة دي وتقول ايام هيوما بعد كده صمت كابتشة انت بتبتيت تاخد عشر كوينات زي ما انت شايف بتاخد آآ عشر كويسة على كل كابتشة انت بتحلها فدي برضو حاجة من الحاجات السهلة في حاجة كمان اسمها انا طبعا بشرح لك الموقع يقوله بما يرد الله بحاول ان انا ما عديش اي حاجة اطلقا عشان انت لما تشتغل تبقى فاهم طيب احنا عندنا هنا للنظام او التحديات دي بيقولك ان انت كل ما تخلص حاجة من الحاجات دي تقدر تاخد الخمسين كوين والعشر ناط خبرة هو هنا مثلا اول حاجة بيقولك ايه خلص عشر اعلانات من البي تي سي تبتد ان انت تاخد عشر ناط خبرة وخمسين كوين وبتعمل لها كليم خلص عشر عشرة فوسة هتروح على الفوسة وتخلص عشرة كابتشة من اللي احنا اشتغلنا عليهم وهكذا وهكذا دي حاجات سهلة وبسيطة كلها في الاخر بتعمل معك محصلة جمدة جدا من الكوينات ومعنى اكيد ان انت بيبقى معاك راس مال قوي جدا بالدولار طيب عارزين نشوف ازاي بقى نسحب ارباحنا وايه هي المحافز بتاعتنا المتاحة هنا وازاي نقدر نسحب روزنا كمان الفودافون كاش كل ده هتشوفه معي حالا ولكن ده وقت سؤال الحلقة لللي حابب يشترك في المسابقة الاسبوعية بتاعتنا اللي قمتها مئتين دولار هتقدم عشر فائزين ولنهايتها هتبقى غدا ان شاء الله بيتم الاعلان عن الفائزين الساعة واحدة بعد منتصف آآ الليل غدا بازن الله شروطي الحلقة مرة تانية انك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة تفينزل الجرس وانك تعمل شيء للحلقة قدر الامكان طبعا انا بطلب من الفائزين في الاخر ان هما يبعثوا بالكلام ده كله فضروري جدا انك تكون بتطبق شروط الحلقة او شروط المسابقة بحزافرها ما ينفعش ان انت ما تعملهاش كلها وكمان انك تجايب السؤال اللي هتراحه على حضرتك حالا في التعليقات تحت يالله بينا نطرح السؤال سؤال الحلقة بيقول ما هي الدولة التي بها اكبر عدد من السكان على كوكوب الارض كل اللي عليك انك تجايب السؤال ده في التعليقات تحت عشان تكون مؤهل للفوز موضوع سهل وبسيط وتقدر تبحث على جوجل لو حابب ما فيش اي مشكلة طيب نروح بقى ونكمل ازاي بقى نحنا نسحب ارباحنا او نحول الكينات دي الارباح وازاي نسحبها على بودافون كاش دي التركية اللي انا هوريها لحضرتك بما ان ان انت متابع معي لحد هذه اللحظة طبعا اصدقائي عشان انت بتاني ان انت تسحب ارباحك من الموقع كل اللي عليك انك بتروح على كلمة بعد كده بتظهر لك الصفحة دي طبعا هو هنا المتاح آآ في ساحب الارباح محفظة طبعا كل الاملات الرقمية زي ما انت شايف موجودة البيتكوين اللايتكوين الدوجي كل ده موجود وينفى ان انت تسحب ارباحك من اول خمسمية كوين خمسمية كوين هنا اللي هي حوالي خمسة سنت يعني او خمسة سنت مزبوط فبعد كده عندك برضو السي والوت دي متاحة فيها البيتكوين والفلوكي والبيبي عندك بعد كده البايير وانا عارف ان البايير هو المفضل بالنسبة لحضراتكم والحد الادنى للسحب هنا هو العشر تلاف كوين والعشر تلاف كوين هنا حوالي عشرة سنت يعني آآ عفوا خمسين سنت نص دولار فانت هنا الموضوع بالنسبة لك سهل وبسيط في البايير كل اللي عليك انك بتحط المحفظة بتاعتك هنا وتعمل وزدرو والفلوس بتتحول لك عادي جدا في المحفظة بتاعتك طبعا موضوع سهل وبسيط وعندك بعد كده برضو فيها البيتكوين وانا فانت تسحب من اول مئة الف كوين تمام فهنا برضو الموضوع سهل وبسيط انت هنا المئة الف كوين عفوا عملة واحد دولار برضو المئة الف كوين هنا عملة واحد دولار يعني العشر آآ تلاف كوين عمين عشرة سنت تمام فالموضوع سهل وبسيط انت لو كنت دخلت على الوفر كنت تلاقي ان الوفر الواحد اصلا بحاجة وتلاتين الف فانت لو عملت مسلا اربع افارات انت جبت كده حوالي الدولار الواحد من الافارات بس فما قال لك بقى ان انت شغال على الاعلانات شغال من قليلة المقالات شغال من الروابط المختصرة يعني ممكن تجيب الدولار دوت في كم ساعة شغل على الموبايل وانت في بيتك موضوع سهل وبسيط والمواقع دي مجانية وبتحلك اه طرق كتيرة جدا للسحب وبالتالي انت دلوقتي لو عاوز تسحب فلوسك على بودافون كاش مسلا انت دلوقتي في باير هنا وانت عاوز تسحب فلوسك في بودافون كاش هوريك دلوقتي التركية اللي الناس شغالة بيها وانت تطبقها بطريقتك الخاصة يتبتد ان انت تروح على جور كده وتكتب هنا دي وتجيب اول اختيار دوت بيسمح لك ان انت تحول الفلوس بتاعتك من محفظة لمحفظة تمام او من بيبل لأي حاجة انت عاوزها يعني على سبيل المسال انت هنا عاوز تبعث من بتاعت الباير ليه بتاعتك على بودافون كاش مسلا هتلاقي بودافون كاش موجودة فين اهو فودافون كاش مسلا فانت هتبتدي تحط الكيمة بتاعتك هنا وتحط الكيمة اللي انت هتستلمها بالفودافون كاش هتتحساب لك اوتوماتيك انا انا وحطيت هنا ميتين هو انا بيقول لك الريت ازاي وبتدربه ازاي طبعا بتعمل حساب على الموقع وتبتدي ان انت تحط الايميل بتاع الباير اللي انت مسجد به على الموقع هنا عشان تعرف تستلم منه فودافون كاش وفيه طبعا شروحات كتيرة على اليوتيوب للموقع ده لو انت حابب تسقف نفسك اكتر ازاي تشتغل عليه موقع موصول جدا والناس كلها شغالة عليه من غير اي مشكلة وبكده اكون وصلت مع حضراتكم لنهاية الحلقة اي حد مش فاهم اي حاجة يريد تسيبها لي فيه التعليقات تحت وانا هحاول اساعدك قدر الامكان ده كان موقع سهل جدا للممتدئين بيوفى لك طرق كتيرة جدا للربح بابسط طرق على الاطلاق من غير اي مشاكل ومتاح لكل الدول في العالم واعتقد طرق السحب المتاحة فيه هي مناسبة للجميع شكرا جدا لوقت حضراتكم شكرا جدا لدعمكم المستمر اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من فكرة تانية غدا بإذن الله الى اللقاء